دلوقتي هنسمع ونستعمل كلمة الرب من أخونا فادي ممدوح اتفضل يا فادي أنا بشكر الرب من الأجل الفرصة دي وصلاة النهاردة هنكون المشاركة سريعة ومهدفة أنا مش هشارك بحاجة معظية لكن يعني هو عبارة عن تدريب كده أنا بتضرب في الوقت ده والوقت اللي فات والوقت اللي جاي يعني هي حاجة عملية بحاول أكون بتضرب فيها الوقت ده أحب بشارككم بيها وهي بعنوان ردود الأفعال طبعا يعني أوقات كتير قوي بنبقى بنستغرب ساعات من أنفسنا إن إحنا ردود أفعالنا ساعات مش بتجاه الأمور أو تجاه التجارب مش بتبقى بالصورة اللي الرب عاوزها أو بالصورة الإلهية أو بالصورة الكتابية عشان كده عايزي تأمل في الآية في المصدور 139 على 23 اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وأنا أبدا أتأمل في الآية دي يعني قعدت أصلي إيه الفرق بين قلبي وأفكاري يعني هما ليه مش حاجة واحدة اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وحسيت كده إنه هما مش حاجة واحدة القلب اتجاه القلب ده حاجة والأفكار واللي بيخرج مني والقدود أفعالي في ذهني دي حاجة تانية يعني أحيانا كده بيبقى اتجاه قلبي كويس ومقدس وعايز أعمل الصح لكن أفكاري ممكن تكون مشواشة أو فيها خلط أو فيها فكر غلط فباخد رد فعل بعدا حكمة ناتج عن أفكاري الخاطئة دي مع إن اتجاه قلبي سليم وأحيانا تانية أفكاري بتبقى سليمة يعني عارف الصح وعارف إن كل اللي المفروض أعمله الصح لكن اتجاه قلبي بيبقى مش مزبوط أو معوج فبرضو باخد رد فعل أو بتصرف بتصرف لا يليك مع إن أفكاري كويسة وعارف كل الصح لكن بتصرف غلط فيعني الوقت ده أنا بصلي وبتضرب إنه إزاي اللي اتنين انتجاه قلبي وأفكاري يبقوا مرضيين قدام الرب مزموط 19 ربعة كده 14 لتكن أقوال وفمي يعني الحاجة اللي خارجة مني والتصرفات والرجود أفعالي وفي نفس الوقت فكر قلبي اللي اتنين مرضية أمامك يا رب عشان كده عملت مقارنة بسيطة كده بين إبراهيم ودانيال الاتنين كانوا اتحطوا في نفس الموقف الاتنين اتحطوا في موقف صعب بس أنا عايز أقارن رد فعل إبراهيم ورد فعل دانيال رد فعل إبراهيم في تكوين 12 من عدد 11 بيقول كده وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لصراي امرأته إني قد علمت أنك امرأ حسنة في المنظر فيكون إذ رأىك المصريون أنهم يكلون هذه امرأته فيقتلونني ويستبكونك قولي أنك أختي يكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك هنا رد فعل إبراهيم تجاه موقف صعب يعني أنه هو احتمال يتقتل فكر في فكرة أنه يقول لامراته اللي هي صارة أنها ما تقولش الحقيقة كاملة يعني هي حتى مش كدب لأنهما فعلا صارة أخت إبراهيم لكن مش دي الحقيقة الكاملة أنه الحقيقة الكاملة أنها أخره لكن هي في نفس الوقت زوجته أو امرأته فعلشان يهرب أو يتجنب أو يتفادى حكم الإعدام أكبر زوجته أنها أو يعني خد الموقف أو خد القرار أنه يكون بيخبي جزء من الحقيقة يعني أنا حتى لسه برضو مش عايز أقول إن هو مثلا كدب لكن هو خد جزء من الحقيقة أو أعلنه وجزء تاني خباه طبعا لو أكملنا القصة هنلاقي أنه راب أنقذه يعني بطريقة معجزية لكن ما كانش مبسوط من رد الفعل ده أو من الطريقة دي لاتخاذ القرارات واتخاذ الأمور رد فعل تاني من دانيال 16 على النقيد تماما فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أرشالين فجفى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك هنا دانيال برضو بيواجه نفس الخطر تقريبا أو نفس التجربة أو نفس الموقف الصعب إنه بيواجه حكم بالإعدام ولما عمل علي بإمضاء الكتابة اللي هو الحكم بإعدام أي حد يسجد لغير الملك زي إبراهيم برضو بيواجه محاولة للأتل أو محاولة للإعدام هنا دانيال بيواجه نفس التجربة ونفس الموقف الصعب لكن رد فعل دانيال مختلف تماما عن رد فعل إبراهيم إنه دخل بيته صلى وهنا عجباني كلمة وحمدة يعني وعبد الرب قدام إلهه كما كان يفعل حاجة من الحاجات اللي بتخلي دايما ردود أفعالي مزبوطة إنه يكون ليا علاقة أو عبادة أصيلة متأصلة دائمة مستمرة مع الرب هو هنا دانيال مش كان عايش حياته كويسة وبعدين لما اتتجه للموقف الصعب ابتدى يعبد الرب لا هو كان العادي بتاعه إنه هو بيعبد الرب إنه هو بيصلي فلما واجه هذا الموقف الصعب وهذا الخطر خلينا أقول يعني إنه حكم بالإعدام دي مش حاجة بسيطة يعني عمل نفس اللي كان بيعمله ما عملش حاجة زيادة ما رحش تضر على الرب وهو لا ما كانش بيصلي أو رح صلى وهو ما كانش بيصلي أو رح عبد وهو ما كانش بيعبد لا هو رح دخل كواه ركب سجد على ركبته صلى وحمد يعني عبد الرب كما كان يفعل وهنا يعني أنا خدت بالي إنه ممكن يكون القلب أو اتجاه القلب سليم ممكن تكون أفكار سليمة ممكن يكون التعليم أو أنا عارف إيه الصح اللي مفروض يتعمل لكن إيه اللي بيخليني أخذ القرار الصح وأن أنا أكون بأخذ رد فعل صح وإيه اللي بيخليني أخذ رد فعل غلط علشان كده بتأمن في الآية في حسقيال 18-31 وإنه الرب إزاي يكون بيخلق الاتنين القلب والروح أو القلب والزهن جداد طبعا آيات كتير قوي بتتكلم أنه الرب يعطيني قلب جديد وقلب اللحم ما كان القلب الصخر وأنه يا رب يعطيني قلبا يا رب اختبر قلبي لكن في آية هنا لفتت انتباهي في حسقيال 18-31 الرب بيقول اطرحوا عنكم كل معصيكم التي عصيتم بها وأعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا هنا الأمر بيتوجب علي أنا مش أن أنا أصلي أنه رب يعطيني قلب جديد لكن هنا بيقول اعملوا لأنفسكم أنتوا تعملوا تكتهدوا أنتوا تتحركوا في أن تكونوا بتشكلوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا اللي اتنين اتجاه قلب وأفكار فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل وهنا طبعا بيكلم أنه أن أنا أكون ميت وأنا حي يعني ليه صورة أن أنا حي لكن أنا ميت لأني قلبي قديم وروحي مقفولة ومش بتتحرك فاللي ربنا بيقوله فذا موت اتراحوا عنكم كل ما عصيكم التي عصيتم بها واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا زي ما قلت بتحرك في الاتجاهين مش بس إن اتجاه قلب بيكون كويس لكن أفكاري كمان وردود أفعالي تبقى مظبوطة وده بيقولني أنه يا رب إزاي أكون بخالي الاتنين يتحركوا في نفس الغرض أو في نفس المشيء اللي أنت أعلنتها أو عاوزني أكون بتحرك فيها عشان كده الرب فتح عيني على نقطتين أول نقطة اللي هي الكلمة إزاي يكون الرب بيشكل قلبي وروحي في نفس الوقت بس بتفاعل مني يعني أنا ما مكونش قاعد بنتظر يا رب غير قلبي يا رب غير أفكاري يا رب غير ردود أفعالي لا إزاي أنا أكون بكتهد أنه أنا أغير قلبي أن أنا أغير أفكاري أن أنا أغير ردود أفعالي النقطتين اللي رب يعني بيدربني فيهم بالوقت ده الكلمة والصلاة وأول حاجة النقطة فيها هتكلم فيها الكلمة وهنا أقصد الكلمة اللي هي اللوجوس الكلمة المكتوبة الكلمة اللي بين إيدينا الكلمة اللي رب حاطتها بين إيدينا أنا مش بتجاهل الكلمة الإعلانية أو مش عايز أقول أنه ما نركزش على الكلمة المعلنة أو أبعاد التانية للكلمة لكن التركيز اللي عايز أتكلم فيه اللي هو بيتوافق مع دوري أنا أن أنا أكون أدرس الكلمة اللي هي اللوجوس يعني في يوحن 15 ثلاثة بيقول أنتم الآن أنقوياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به يعني النقاة أو الحرية أو التخلص من ردود الأفعال الخطيئة إحنا بنبقى أنقوياء بسبب الكلام اللي بين إيدينا الكلام اللي ربنا بيكلمنا به في يوحن 17 ثلاثة 17 قدسهم في حقك إيه هو حقك؟ كلامك هو حقك 1.5.26 لكي يقدسها بيكلم عن الكنيسة مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة في بطرس الأولى 1.23 مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية برضو بيركز على الكلمة يعقوب 1.18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائكم فزي ما قلت أول نقطة بتخليني أقدر أشتغل على قلبي وعلى فكري وعلى روحي أن أنا أكون با زي ما أقول كده بشكلهم أو بخضعهم لغرض الله هو الكلمة وعايز أركز زي ما قلت على الكلمة lose ما ينفعش أكون بركز على الكلمة الإعلانية أو الكلمة المعلنة في اجتماعاتنا نحن طبعاً يعني أنا بشهد أنه فيه تضفق واضح وملحوظ في اجتماعاتنا وفي وقتنا الروحي وفي مؤتمراتنا فيه تضفق عالي للكلمة المعلنة أو الكلمة اللي جاية من عند الرب أو الكلمة اللي جاية من السمت بس قدام هذا التضفق لو ما فيش ما يقابلها من ناحيتي أنا وهو دراسة مفصلة دراسة شخصية للكلمة lose ممكن يكون بيحصل افتقار للتضفق الروحي ده في حياتي بمعنى تاني ممكن يكون رسول جون بانيا أو دكتور ويليام أو مما كانوا بيكلموا عن حبكوك مثلاً وأنا مش عارف مين حبكوك أو إيه دوره لكن عارف بس عنه كده حاجات بسيطة فممكن ده يكون بيأخر أو بيعطل التضفق الإعلاني اللي الرب عايزه يحطه جوايا فعشان كده أنا بقول مش لازم نتجاهل الكلمة الإعلانية لكن أنا بصلي أنه طبعاً أنا بصلي لنفسي أولاً أنه أنا أكون بتقدم في دراسة الكلمة اللي بين إدينا دراسة شخصية علشان أكون متوافق مع الإعلان اللي الرب بيقوله من خلال الرسل والأنبياء اللي في وسطينا يعني أنا بيدهشني مثلاً لما بيكون في دضفق إعلاني أو في كلمة روحية بتتقال ودكتور وليا مثلاً يسأل ماما كارولين هو يقول حتى من الآية أو معنى حتى من الآية ويسأل ماما كارولين المكان فين بالزبط في الكتاب يعني فأقل من دقيقة بيبقى الشاهد موجود السفر بالإصحاح بالعدد بالجزء بالزبط اللي تقال فيه حتى لو جزء ده متكرر في كذا حتة بيبقى بسبب الدراسة العميقة لما كارولين في الكتاب المكدس بتبقى عارفة الجزء الخاص بالإعلان ده فين بالزبط وده يمكن بيساعدنا وبيخلينا يعني نستقبل أكتر الكلمة المعلنة لأننا لو مش على دراية كاملة أو شاملة بالكتاب المكدس أو بالكلمة اللي هي اللوجوس هيبقى زي ما قلت فيه تقباطه أو فيه فرق في السرعات مبين التضفك والإعلاني واللي أنا بستوعبه أو اللي أنا بفهمه بسبب افتقاري للكلمة يعني الجمعة اللي فاتت تقريبا كانت محبة بتتكلم على سفر يهوزة قد إيه طبعا فرق معايا أنا شخصين أنه لما جبنا التفصيل التاريخي ليهوزة ونصبته وأمه وتفاصيله إزاي ده إداني استنارة أو زهن مفتوح زهن قابل أنه يستقبل اللي الرب عايز يقوله برضو تاني مش بتجاهل الجزء الإعلاني لكن بصلت الضوء على أنه أنا لازم يكون لي علاقة وشركة ودراسة بالكلمة المكتوبة اللي هي أول نقطة في النقطتين اللي يخلوا عقلي وقلبي يتشكلوا علشان أقدر أخذ رد فعل مزبوط تجاه الأمور المختلفة يعني أنا أفتكر يوم 16-02-2020 كانت ماما كارولين بتتكلم عن أرمية في الاجتماع يعني أنا يمكن قريت أرمية قبل كده لكن كل اللي كان ثابت في ذهني عن أرمية أنه الرب وكله على ممالك أنه يقلع ويهدم ويهلك ويغرسه يا ابني دي الآية المشهورة لما بنتكلم في أرمية بتظهر قدامنا لكن ماما كارولين في اليوم ده اتكلمت عن أرمية كما هو زراع للرب في الأرض كما هو صوت للرب أو بوك للرب في الأرض أرمية قسم مالك هزم أعداء امتلك أراضي يعني كانت اللعظة كلها أنا طبعا فكر اليوم ده بالتاريخ لأنه هو ده اليوم اللي ولدت أو رحنا فيه المستشفى عشان محبة تولد أرمية والكلمة المعلنة في وسطينة بالدراسة هي اللي خلت شكلت قلبي وفكري وحياتنا إن إحنا نكون بنعلن اسم أرمية على ابننا لأنه محبة ولد في نفس اليوم ده لما روحنا يعني بشكر ربنا إنه العلاقة بيني وبين الكلمة أو العلاقة بيننا وبين محضر الرب هي اللي بتخليني أخذ قرارات في حياتي العملية يعني أنا كنتم ممكن أسمي ابني درديري أو الشحات أو أي أسامي ملهاش معنى لكن بسبب العلاقة أو بسبب محضر الله اللي إحنا كنا فيه بسبب الكلمة المعلنة والكلمة لما درسناها بتدى ذلك أثر في حياتي العملية إن أنا أكون لأ أنا عايز أعلن على ابني عايز أعلن على مستقبلنا إنه أرمية معنى إنه الرب يؤسس أو الرب يخلق أو الرب يابني فلا أنا عايز إنه حياتي وحياة ابني أو الوقت اللي جاي تكون بهذا المعنى بهذا المعنى الروحي يعني فعشان كده بقول إنه مش بس الكلمة الإعلانية بتشكل فكري لكن كمان الدراسة في الكتاب أو في الكلمة المكتوبة بتشكل فكري وبتشكل حياتي وأنا معتقدش إن أماما كارولين عارفة كل شواهد أو عارفة الدراسة دي كلها بسبب إنها بتحضر اجتماعات كتير أو بتسمع آية من هنا وآية من هنا لكن ده نتج عن علاقة سنين ومجهود سنين ودراسة خدت وقت يعني علشان لما نقول آية أو لما نقول مقطع أو لما نقول معنى تبقى عارفة الشاهد تبقى عارفة الصحاح تبقى عارفة السفر تبقى عارفة تذكر فين وليه وتفاصيله فده نابع عن دراسة قلبية وعميقة ولمدة وقت طويل وهو ده اللي أنا بصلي إنه الرب يقضني فيه يعني أنا من فترة كتب عارف سفر نحوم نحوم سفر عندنا في الكتاب المقدس ممكن يكون مش مش مشهور قوي بس استغربت لما لقيت إن الله بيدي رسالة لنحوم لأهل نينوى يعني إحنا كلنا يمكن عارفين إنه نينوى أو ما نقول نينوى نقول يونان لكن استغربت إنه الله بيدي رسالة لنحوم إنه يكلم أهل نينوى طب أنا عارف قصة نينوى وعارف قصة يونان وعارف وبتأمل فيها وأخذ منها غزاء ويعني غزاء روحي لي لكن مش عارف قصة نحوم فده ممكن يكون بيقلل التضفك زي ما قلت الإعلاني لحياتي أنا أقدر أقول الفرق ما بين العهد والعقد أقدر أقول الفرق بين أن تذهب وأن ترسل لكن ممكن أكون ضعيف إن أنا أقول الفرق بين حباكوك وصفانيا بين ملاخي وزكريا لكن مش عايز أصلت ضع أو يعني مش عايز أكون بتحرك في بعد أكتر من التاني ومش عايز أتجاهل بعد على حساب التاني يعني صلاتي أو اللي أنا بتحرك فيه أو اللي ربي بيدربني فيه إن أنا أكون بتحرك في الاتنين مع بعض النقطة التانية أنا زي ما قلت مشاركة هتبقى بسيطة وسريعة النقطة التانية زي ما قلت الصلاة يعني بقى النقطة الأولانية الكلمة هي اللي بتحدد أنا مليان بإيه أنا قلبي اتجاه قلبي عامل إزاي الكلمة مدى علاقتي بيها مدى دراستي ليها الحاجة التانية الصلاة والصلاة هنا هتكلم في ثلاث أنواع للصلاة الصلاة بالزهن أو الصلاة الفردية الصلاة بالروح الصلاة بالصوم أول حاجة الصلاة بالزهن أو الصلاة الفردية أنا برضو بصلة الضوء على الصلاة الصلاة اللي بره الكنيسة اللي بره وقت الاجتماع اللي بره وقت محضر الرب في الجماعة نتكلم على الصلاة الفردية وأشهر شاهد هو مدى ستة خمسة ومدى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع اللي كان يظهروا للناس الحق أقول لكم إن أنا كون بأخذ قرارات مظبوطة تقول ما أنا كون نكتد طول ما في حماية طول ما في حكمة طول ما في زي ما قرأينا في دانيال إنه دانيال أصلاً كان بيعبد الرب في الوقت العادي كان بيسبح الرب وكواه مفتوحة في الوقت العادي كان بيحمد الرب في الوقت العادي وهو مفهوم العبادة فلما اتحكم عليه بالإعدام أو واجه موقف صعب لأنه هو كون نكتد أصلاً في الطبيعي خد حكمة خد جرأة خد ما تطرش إنه يخبي الحقيقة أو يجذب أو يقول نص الحقيقة يعني كان ممكن يصلي وهو قفل الشباك كان ممكن يعني يعرض نص الحقيقة زي ما عمل إبراهيم لكن هو لأنه كون نكتد في الخفاء مش بس فوقت الاجتماعات هو ابتدى ياخد حكمة وسلطان وأنه يتحرك زي ما هو بيتحرك والرب قدر يحميه الرب حامل لتنين يعني الرب حامل إبراهيم وحامل دانيال لكن اللي بيفرق في الردود أفعالي أنا مدى كون نكت يعني مدى للتواصل أو مدى اتصالي بالله عشان كده الصلاة في الخفاء هي لأنه في الاجتماع أي تجربة هتجيلي في الاجتماع أو أي موقف أو أي حاجة أنا أقدر أهرب أو مش أهرب لكن ما حدر الله بيبقى طاغي على أفكاري على روحي على قلبي فبفكرش غير في غرض الله غير في مشيئة الله طول ما أنا في الاجتماع لكن بره أو فو أنا مخداعي أو فو أنا في بيتي أو أنا في شغلي أو فو أنا في حاجة مدى تواصل بيني وبين الله من خلال الصلاة اللي هي بالزهن أو الصلاة الفردية برضو بيحدد قد إيه أنا كون نكتد بالله قد إيه أنا محمي قد إيه أنا عندي حكمة واستنارة إن أنا واجه الأمور المختلفة النوع الثاني في الصلاة الصلاة بالروح في كرونسوس الأولى طبعا أشهر أي 14-13 من يتكلم بلسان يبني نفسه ومن يتنبأ فيبني الكنيسة من يتكلم بلسان يبني نفسه كلمة يبني اللي موجودة في كرونسوس الأولى 14-13 هي هي نفس الكلمة بتاعة يؤسس أو يبني يؤسس اللي اتذكرت في تكوين 4-17 لما كان قاين بيبني ويؤسس مدينة اسمها حنوك على اسم ابنه قاين كان بيؤسس مدينة فكلمة يبني يعني يؤسس يعني يشكل نرجع تاني اللي يخلي فكري وقلبي اللي اتنين قادريني وجهه المواقف قادريني وجهه التجارب قادريني وجهه التحديات أنه أنا كنت بأؤسس قلب سليم وزهن سليم علشان أقدر اللي اتنين أواجه بيهم أي موقف يقابلني زي ما قرنا في عسقيال اعملوا لأنفسكم قلبا وروحا جديدا عشان كده الصلاة بالروح كم من المواقف اللي بنبقى مش عارفين نتكلم فيها بالزهن ونصلي أو نلجأ للصلاة بالروح بيبقى فيه زي عايز أقول دفاع أو قوة أخرى بتدافع معايا تجاه المواقف الصعب أفتكر أول مبارح يوم الأربع كنا رايحين مشوار ياخد نص ساعة أو ساعة لربع بالعربية أعدنا فيه أربع ساعات ونص أنا ومحبة وجرماية أنا يعني قلت المحبة أنا في الوقت في الطبيعي يعني أربع ساعات ونص أروح 계 motivations وأرجع وأروح discussion وأرجع أروح سماعه أنا وارجع فأربع ساعات ونص لكن أقعد في شارع واحد في صلاح سالم فأربع ساعات ونص في الطبيعي دا ممكن يخرجني من من أي حالة رحيانا فيها من أي اخد ردود افعال غير لائقة اتصرف بعصبية لكن اي حد هيقعد 4 ساعت ونص سايق في عربية في شارع واحد وعبية تسخن والما يتنقص والكلام ده ممكن يتدايق او يتنرفز لكن انا قلت المحبة يلا نجرب حاجة جديدة ان احنا نكون بنصلي وهي كانت في الوقت ده في اجتماع مفصلين الكلمة بتاع الشباب وشاركت معاهم ان هي محتاجة صلاة للوقت ده يعني عايز اقول للطريق ما فتحش بساعتها مش مجرد ما صلينا طريق فتح لكن اللي تفتح او اللي تغير انا رد فعلي انا طريق التعامل انا مع الامر انا عادة لما بقى معايا محبة وقرمية والعربية تسخن او فيه مشكلة او فيه عطل ببقى متوتر لان لو انا الواحدي هتصرف هنام في الشارع هعمل اي حاجة لكن لما بقى معايا حد ببقى متوتر او مضطرب لكن يعني لحد ما وصلنا كانت العربية صفت المياه كلها والعربية سخنت وطلعت دخان وحصل مشاكل كتير وخدم زي ما بقول لكم اربع ساعات ونص لكن رد فعلي انا اتغير بمجرد ما بتدينا نصلي بالروح بتدينا نصلي بالزهن بتدينا نبقى كونكتد مع الرب في الموقف الصعب ده فده ما غيرش اول واقع ما غيرش اللي حوالي ما غيرش الظروف بشكل ملحوظ هو غيرني انا وغير طريقة انا نظرتي للامر عشان ما طولش عليكم اخر نوع من الصلاة الصلاة بالصوم يعني ايه الصلاة بالصوم يعني الصلاة اللي مصحوبة بتركيز كامل على الرب احنا اتكلمنا في الصلاة بالزهن او الصلاة الفردية الصلاة بالروح اللي هي بتبني او بتؤسس قلب زي مرة غيرها امرنا في حسقيها لنحن نكون اعمال لانفاسكم قلب وروح جديدة الصلاة بالصوم وهي الصلاة اللي ممزوجة بالصوم يعني مش ان انا اصوم بس عن اكل او عن فكر او عن تلفزيون او حاجة من غير ما يكون أنا يصايم ده ليه أو من غير ما يكون فيه سبب ورسوم ده أو أنه هو يكون كعبادة مقدمة لله فمرق استسعى برضو عارفين كلنا الآية من 28 لما دخل بيتاً سأله تلاميذه على انفراد هو ليه يا رب لماذا لم نقدر نحن أيضاً أن نواجه الموقف ده لماذا لم نقدر نحن أيضاً أن نخرجه بيكلم عن روح شرير أو موقف صعب أو وطفر لماذا يا رب إحنا ما قدرناش نواجه الموقف ده زي ما أنت واجهته فرد عليهم رد كلنا عارفينه هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم أو الصلاة إلا مصحوبة بالصوم بالصوم هنا بيديني تركيز في أن أنا ما بفكرش في أي حاجة غير الله ومشيئته غير الله وغرضه غير الله واللي عايز يعمله فأي حاجة تانية بتحصل حوالي بالحجم الطبيعي بتاعها يعني مثلاً موقف زي الموقف العربية هو بيتضاقل بيتدنى لأنه الرب أكبر من أي حاجة سلطان الرب أعظم من أي حاجة بيكون تحصل حواليه لكن لو أنا أدي التركيزي للموقف بيكبر والله بيتصغر حاشة طبعاً لله لكن لما أكون بيأدي تركيزي وصلاتي وكونيكتد بتاعي مع الله الموقف التاني هو اللي بيتضاقل فعشان كده ده بيحدد أو بيفرق في رد فعلي تجاه الأمور أنا الخدمة أو المشاركة العملية اللي أنا بتكلم فيها النهاردة إزاي أكون بشكل قلب وروح قادرين أنهما يتحكموا في ردود أفعالي تجاه الموقف المختلفة أنا يمكن بتدرب في ده لسه برضو يعني أنا بصلي أن الرب أنا أكون بواجه موقف أكون بتحرك برد فعلي إلهي مش برد فعلي طبيعي نابع من فكري أو نابع من حتى من اتجاه قلب وسليم لكن مش هو اللي ربنا عايزه فالثلاث فروع بتوع الصلاة الصلاة الزهنية الفردية مش الصلاة في الاجتماعات النوع الثاني الصلاة بالروح اللي هو بيبني أو بيؤسس قلب وروح خاضع لمبادئ الرب الصلاة بالصوب الصلاة اللي هي ممزوجة بتركيز كامل على الرب عشان أفضل كنك دي آخر حاجة هقولها أنه يسوع نفسه لما كان هيواجه أمر صعب داخل على الصلب داخل على موت داخل على تعزيب داخل على الجلجسة كان بيصلي يعني أول حاجة عملها قبل ما يموت أو أكتر حاجة عملها أنه هو انفرد بنفسه كان بيصلي بلجاجة لدرجة أنه عركه كان يتصبب كدم يعني صلاة حقيقية بتركيز ولما وجه رسالة لتلاميذ قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وهنا تدخلوا مش بمعنى أنه هو لما تحس أن أنت داخل على موكب صعب صلوا عشان ما تدخلش لموكب صعب لا صلوا لكي لما تدخلوا في تجربة أو لا تدخلوا في تجربة إلا وإنتم جاهزين إلا وإنتم مع الله يعني هو الرب يسوع نفسه لما صلى الرب ما حجبش التجربة عنه أو ما حجبش الصليب عنه لكن يسوع ما دخلش المشوار ده أو السكة دي أو التجربة دي أو الموكب الصعب ده إلا وهو متصل مع الله وهي دي الوصية اللي وصّه لنا أنه صلوا تواصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وإنتم لسه مش جاهزين علشان ما يبقاش ردود أفعالنا أو تصرفتنا لا تليك أمين ترجمة نانسي قنقر